تشهد الصاحة السياسية الموريتانية حالة من الجدل على خلفية ملاحقة رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد العزيز والذي يواجه وعدد من رموز نظامه اتهامات تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع ويرى مؤيدون أن الملاحقة هي إرساء للعدالة بينما يرى مناصر ولد عبد العزيز أن الأمر لا يعد كونه مجرد تصفية حسابات ومعنا من الواكشوت رئيس المركز المغاربي للدراسات دكتور ديدي ولدي سالك أهلا بك دكتور ولدي سالك عبر اسكاليونس عربية اليوم هذا السجال الذي يتقلب على صفيح ساخن في البلاد ماذا يعني توقيت هذه المحاكمة للرئيس السابق والوزراء ببنعه هل تسمعوني هذا الجدل سيطول كثيرا لأنه سابق في التاريخ البوريتاني أول مرة يحصل أن الرئيس يتابع قضائيا بأسباب جنائية فيها اختلاسات واستلاع الأموال العمومية بدون حق وبالتالي كما أن الملف تورط فيه كثير من الأطر السامية والموظفين قد يزيدون على 600 وبالتالي الرئيس السابق تمسك بحصانته عبر المادة 93 لكن هذه المادة لا تحصنه إلا في مجال اختصاصه لأنه ليس من اختصاصه ممارسة التجارة وليس من اختصاصه استلاع الأموال الشعب الموريتاني وليس من اختصاصه خيان الأمان العامة وليس من اختصاصه إعطاء ثروات الشعب الموريتاني للآخرين للشركات الأجنبية إذن طبيعي أن هذه المحاكمة ستكون محاكمة كبيرة ومعقدة وتداخل فيها يحصل حولها كثير من الحديث ويسال حولها كثير من الحبر لأنها أولا سابقة قانونية في التاريخ الموريتاني سابقة سياسية وسابقة أخلاقية أن الرؤساء الموريتانيين كلهم خرجوا أغلبيتهم فقراء المختار الجده رحمه الله رحل فقير الرئيس المعاوية الآن يقيم بعد حكم 21 سنة في الدوحة فقير لا يمتلك بيت في نواكشوب سيدي والشيخ عبدالله يتوفي منذ أشهر رحمه الله لا يمتلك بيت إذن كل الرؤساء الموريتانيين رحلوا فقراء هذا الرئيس اعترف أنه يمتلك ثروة هائلة من أين له هذه الثروة؟ هي الثروة إما مصادرها التجارة أو الإرث وهذا لم يحصل لاول العبدالعزيز الرئيس السابق والعبدالعزيز وريثة ثروة كبيرة عن ولو العبدالعزيز كان عند الوقت بممارسة تجارة لأنه إما كان في الحرس الرئاسي أو تحول إلى رئيس دولة وبالتالي ليس له ليس هناك أي مبرر أن يكون يمتلك حتى بيت في نواكشوب ما بارك يكون يمتلك بثروة هائلة وهو اعترف بها نعم اللافت في هذه المحاكمات قلت ستكون طويلة وبالغة التعقيد ألا ترتبط أيضا اليوم بالمسار السياسي الذي يطلع البوريتانيون للانتقال إليه وما دقت هذه المرحلة وحذرت بطريقة غير مباشرة من التدعيات ماذا قصت بالتدعيات؟ تدعيات الأخلاقية والسياسية شكل تصفية هذا الملف وما سيقول إليه الطريقة التي سيتم بها ستساعد في انتقال المسار الديمقراطي في موريتانيا وستساعد على تصحيح الأوضاع الاختلالات وستساعد في إيقاف والقضاء على الفساد لأن ما حصل خلال العشرية الماضية كان ليس فسادا وإنما هو نهب لأملاك وثروات الشعب الموريتاني ولم يشارك فساة لم يمارسها العبد العزيز لوحده وإنما كان معه جيش هائل من الأطر السامين في الدولة ورجال الأعمال وبعض الأفراد المقربين منه عائلية وبالتالي هذا هو أن القضية ستكون لها بعاد كبيرة قانونية وأخلاقية وسياسية كما قلتم من الآن وستستمر ويتحدد على أساسها ربما جزء من مستقبل البلد ومصير إدارته ومكافحة الفساد والسياسات الإصلاحية أي المآلات التي سيؤول إليها هذا الملف قضائيا وسياسيا في دقيقة واحدة دكتور ديليولد ساليك اليوم ماذا يعني أصلاح القضاء وهذا القطاع الذي تحدث البنك الدولي في استطلاعات لرأيه لمؤسسات وشركات عاملة في موريتانيا بأنه هو اليوم من يكون عقب أساسية أمام طريق تطوير الأعمال والاستثمارات في موريتانيا طبعا العدل أساس العمران واستقلال القضاء هو أهم شيء في إصلاح الدول فالقضاء هو الذي يتحكم في كل مفاصل الدولة وإصلاحه لأرجاع الحقوق وبالتالي لا يؤمن أن تقوم في أي دولة استثمارات أجنبية أو تجلب استثمارات أو تحصل فيها نهضة اقتصادية واجتماعية وسياسية إلا بقضاء ناجز عادل وبالتالي من هذا المنظور يحتاج القضاء الموريتاني العدالة الموريتانية للإصلاح إصلاح في بنيتها التحدية من حيث التجهيزات إصلاحها من حيث الموارد البشرية تأهيلها وتعزيز قدراتها من حيث المدونة القانونية إصلاحها من حيث تنفيذ أحكامه كل هذا يحتاج إلى إصلاح أشكرك جزيل أشكر رئيس المركز المغاربي للدراسات دكتور ديدي والدسالي كنت معنا من واكشوت أشكرك جزيل